55 مليون دولار سرقت من جيب المواطن لتمويل بناء سدلم سيلحة سد انطلق العمل به عام 2013 على عهد وزير الطاقة جوبران باسيل حينها قال باسيل أن المشروع سينتهي بعد 4 سنوات أي عام 2017 إلا أن هذا الأمر لم يحصل وتجدر الإشارة إلى أن وزارة البيئة طلبت من وزارة الطاقة في 12 أيلول عام 2014 بوقف الأعمال في السد لأنه مخالف للقانون 444 على 2002 إلا أن الوزير حينها تمرد على القرار وأكمل مجدرته وبعدها تولت ندى البستاني وزارة عدي بابا وأعادت إطلاق نفس الوعود الكاذبة بأن انتهاء الأعمال في السد سيكون نهاية عام 2019 ثم طلبت سنتين إضافيتين للسيانة أي حتى عام 2021 وهنا بدأت المسرحية ففي 27 أيار من الشهر الحالي صدر بيان عن وزير الطاقة وليد فياض أشار فيه إلى أن أعمال التجارب تطلبت الإقفال الكلي لبوابات السد من أجل حصر الكميات الوافدة من نهر الجوز وحساب الوقت الذي تتطلبه البحيرة كي تمتلئ في زمن فيضان النهر ودراسة تفاعل جسم السد مع الارتفاع السريع لمستوى المياه ما أدى إلى جفاف مجرى النهر أسفل السد لمدة ثلاثة أسابيع قبل أن تمتلئ البحيرة وتتضفق المياه من المفيد نحو هذا المجرى الذي لا يتعد طوله 2 كم أي حوالي 6% من طول النهر الإجمالي وهنا كانت الفضيحة وفي معلومات لصوت بيروت انترناشنل أشار الناشط البيئي بول أبي راشد إلى أنه إذا عدنا ثلاثة أسابيع إلى الوراء أي إلى السادس من أيار تؤكد الصور أن البحيرة تمتلأت في أذار وزارها بسيل في 2 نيسان وتصور مع فائد المياه ووكبه بعض العونيين بنشاطات فولوكلورية في السد لتبياني أن السد أصبح ممتلئ وجاهز للنشاطات الترفيهية فلماذا أقفلت البوابات في السادس من أيار لأن المياه بدأت بالانخفاض بسبب العيوب الموجودة في قار البحيرة واقترب موعد الانتخابات النيابية وكان من المفروض عدم فضح فشل السد من جديد وبذلك تمت التضحية بالتنوع البيولوجي في نهر الجوز تحت السد ما يعني أن وزير الطاقة قرر التضحية بالتنوع البيولوجي وأعدام أي كائن يعيش في هذا النهر من أجل نسج الانتصارات الوهمية والضحك على المواطنين وللأسف لا يكل بسيل ولا يمل وبكل وقاحة من المطالبة مجددا بوزارة الطاقة بعدما حرم اللبنانيين من الكهرباء ودمر البيئة في قطة صدوده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر